اشتركوا في القناة اكيد يعني راحت الفريق خلال الفترة القادمة نتيجة استعداد المنتخب للاجندة الدولية وتصفيات افريقيا المهلة لكاس العالم وبالتالي الاميرة السمراء منورة قناة النادي الاهلي خلال الفترة الحالية وخلال عرض كل برامي قناة الاهلي دوري ابطال افريقيا مستمرة معانا هنا على شاشة قناة الاهلي طيب هي البطولة رقم 12 وهو رقم قياسي تاريخي لم ينجح من قبل ان يحققوا اي نادي في افريقيا على مدار سنوات طويلة حتى الاهلي لما قصر الارقام القياسية ووصل للبطولة الستة والسبعة والتمنة والتسعة والعشرة والحداشر والسنادي الاثنشر كان بيكسر ارقامه القياسية مفيش نادي في افريقيا يقدر يقرب من النادي الاهلي ولو بعد ما لا يقل عن عشر سنين ده في حال لو فاز بالبطولة كل سنة لان اقرب المنافسين للنادي الاهلي على هذا اللقب الغالي على هذه البطولة الكبيرة اللي بيسميها كل الافرقى الاميرة السمراء هذه البطولة النادي الاهلي حقاها 12 مرة اقرب المنافسين للنادي الاهلي حقاها البطولة خمس مرات لو هنتكلم على مازمبي أو حتى الزمالك أو حتى الترجي التونسي أربع ألقاب ولو حتى الوداد الرياضي المغربي تلت ألقاب مسافة بعيدة جداً بين النادي الأهلي وكل الأندية المنافسة على هذه البطولة وعلى هذا اللقب الغالي في السنوات الأخيرة من منفسة على دور أبطال إفريق والبطولة دي تحديداً لها خصوصية لأن قناة النادي الأهلي منذ أن تم انطلاقها بقرار من مجلس إدارة النادي الأهلي عام 2008 ونقدر نقول البطولة دي ما بتروحش عن بنا كتير وما بتبعدش كتير احتفلنا بيها في 2008 واحتفلنا بيها في 2012 وفي 2013 وفي 2020 كانت البطولة التسعة في تاريخ النادي وفي 21 على حساب كايزر تشيفز وفي 23 على حساب الوداد المغربي وفي 24 على حساب الترجي التونسي شوفوا سبع ألقاب تاريخية من هذه البطولة الغالية دخلت قناة النادي الأهلي واحتفلت برامي قناة النادي الأهلي بجميع مختلف المحتوى ما بين برنامج الأجبال والألعاب الفردية والألعاب الجمعية والألعاب الصلاة وحتى الكرة العالمية كل برامي قناة النادي احتفلت بهذه البطولة الكبيرة لأن هذه البطولة أكيد لها احتفالات خاصة أنت بتلعب على أهم وأعظم بطولة قرية والبطولة دي دايما هي اللي بتأهلك لكأس العالم للأندية من أول ما شاركت في البطولة في بطولة اليابان 2005 واستمرت في المشاركة التاريخية ولفيت دول العالم سواء في إفريقيا أو في أسيا لعبت في اليابان، لعبت في قطر، لعبت في الإمارات، لعبت في السعودية، لعبت في المغرب كل الدول سواء في إفريقيا أو في أسيا استضافت كأس العام الأندية نتيجة فوزك بهذا اللقب الإفريقي الغالي سبع مرات بنحتفل بالأميرة الإفريقية داخل قناة الأهلي يعني حتى على مستوى الاحتفالات من داخل قناة الأهلي أكتر من مستوى احتفالات أندية كثيرة وكبيرة وعاتيدة وقوية كانت بتنافس الأهلي حتى في السنوات الأخيرة لقب مهم جداً وزي ما بقول لحضراتكم من حصنا حظنا أن الفترة الحالية ما فيش أي مباريات رسمية فالبطولة والاحتفالية واخد حقها شوية وإحنا السبت اللي فات كنا بنتكلم زي النهاردة وفي نفس التوقيت ده السبت اللي فات كنا بنتكلم على مباراة الترجي وكنا ساعتها بنقول تفاقلوا بالخير تجدوه ونجح الأهلي بالفعل في الفوز بهذا اللقب الغالي على حساب الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيء وبعد أسبوع وفي نفس المكان النهاردة البطولة موجودة معنا لأن برنامج التريند كمان على مدار السنوات الأربعة الماضية كان دايماً قريب الصلة من كل البطولات الإفريقية قريب الصلة من كل الأخبار والكواليس المتعلقة بأخبار الاتحاد الإفريقي والحمد لله الجهد الكبير المبزول سواء على مستوى النادي أو على مستوى القناة لازم يكلل بنجاح وتوفير ربنا سبحانه وتعالى أكيد كان الحمد لله حليف الجميع في الفترات السابقة سواء على مستوى النادي أو حتى على مستوى المنظومة الإعلامية اللي نجحت الحمد لله أن هي تساعد الجميع في الوصول إلى منصة التتويج والتتويج بهذا اللقب الغالي اللي بنتمنى يا رب بإذن الله يستمر معنا لسنوات وسنوات ونحتفل به خلال الفترة اللي جاية لا يتبقى سواء الاحتفال يا رب بإذن الله ومش بعيد قريب جدا بإذن الله ليه لأ؟ نشوف كاس الانتر كونتيننتل أو حتى كاس العالم الأندية إن شاء الله بإذن الله في مصر وهيكون من خلال النادي الأهلي حلقة النهاردة وإحنا لسه مكملين الاحتفالية بالبطولة الاثنشر هيكون عندنا كواليس وأخبار وتفاصيل مهمة جدا عن المرحلة الحالية الأهلي هيرجع أمتى للتدريبات؟ الأهلي هيستانف تدريبات وإمتى؟ النهاردة أكيد فيه اكتماع مهم جدا لمجلس إدارية النادي الأهلي كمان منتخبنا الوطني بيستعد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم حلقة العادة يكون فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا ولكن عشان وقت الحلقة نروح بسرعة لسؤال حالة النهاردة وسؤال النهاردة هيكون على الكاز دي والبطولة الغالية دي في رأيكم ما هي أفضل مباراة للأهلي هذا الموسم في مشوار التتويج بدوري أبطال إفريقيا تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات البرنامج على السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من أراكم على أفضل مباراة اتلعبت في البطولة الغالية دي في الأميرة السمراء اللي الآهل توج بيها السبت اللي فاتها لحساب الترجي التونسي وإن شاء الله أستعرض كل ده في الجزء الأخير من برنامج الترند لكن نبدأ دلوقتي بأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يستانف تدريباته الأثنين وفي الترند المحلي محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب وفي الترند العالمي الليلة نهائي دور أبطال أوروبا بين ريال مدريد وتورتوموند استعرض مباراة كاس مصر ولسه في مباراة متبقية في الجولة الـ 32 جولة البداية من مباراة كاس مصر هذا الموسم ومنذ قليل انطلقت مباراة فاركو مع الوسطى النهاردة استكمال واستيناف مباراة دور الـ 32 وده أول لقاء الساعة الثمانية النهاردة في مبارتين في يوتشار هيلعب مع بيترول أسيوت الساعة الثمانية وفي نفس التوقيت أمبي هيصديف النجوم نروح لأهم مباراة في الموسم كله على المستوى الأوروبي نهائي دور أبطال أوروبا بروسيا دورتوموند في الساعة العاشرة من مساء اليوم هيواجه ريال مدريد النادي الملك ريال مدريد هلي يكون على موعد مع تتويج جديد أنا على المستوى الشخصي لا أتمنى ليه؟ لأن فيه منافسة قوية جداً ما بين الأهل وريال مدريد على لقب الأكثر تتويجاً فالفارق ما بين الأهل ومدريد حوالي ثلاث ألقاط ريال مدريد 29 لقب قري الأهل 26 لقب قري تسألنا أقولك لا أدمنى أن دورتوموند هو اللي يتأهل لحاجات كتيرة ممكن نتكلم عليه في حلقات جاية في برنامج التريند لكن عايز الريال يفضل عنده 29 عشان الأهل يقرب لسه عنده سوبر ليج عنده سوبر إفريقي مع الزمالك كأس انتر كونتيننتل منديال أندية في الولايات المتحدة الأمريكية ففيه أربع بطولات لعله عاسى ممكن الأهل يقرب ويتساوى مع الريال أو يتخطى محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل في الأيام اللي جاية ولكن النهاردة أهم مباراة في أوروبا وختام المسلم الأوروبي بنهاي دور الأبطال ما بين بروسيا دورتوموند مع ريال مدريد نخرج إلى فاصل ثم نواصل طيب وإحنا معنا الأميرة السمراء البطولة الإفريقية وهنتكلم عن تفاصيل كتيرة متعلقة بمشوار النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية أعيز أقول لكم ممكن النادي الأهلي لسه في وسط الموسم الناس كتيرة بتتوقع وشايف أن الموسم خلاص يعني انتهى بلسبة كبيرة أنا أعيز أقول لكم لا لسه بدري ده إحنا لسه في نص المشوار ليه؟ أولا النادي الأهلي لغاية دلوقتي شارك في ست بطولات النادي الأهلي حتى هذه اللحظة منذ بداية الموسم في لقاء السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية حتى الآن للأهلي لعب ست بطولات على المستوى الإفريقي وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي النادي الأهلي لعب سوبر إفريقي أمام اتحاد العاصمة لعب النسخة الأولى من الدور الإفريقي السوبر ليج أمام سيمبا ويماموليدي سانداونز والأهلي الأسف لم يوفق في الوصول للمباراة النهائية ثم لعب كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية لعب نهاية كأس مصر أمام نادي الزمالك في الرياض لعب بطولة كأس السوبر المحلي للأندية الأبطال في الإمارات ولعب مباريات دور أبطال إفريقيا في الموسم الحالي وحتى الآن للأهل النادي الأهل لعب حوالي 15 مباراة في الدور المحلي متبقي ما لا يقل عن 19 مباراة في الدور المحلي بالإضافة لكأس مصر الجديد اللي تتلعب مبارياته في هذا التوقيت بنتكلم على 6 بطولات تلعبه ولسه باقي بطولتين يعني الأهل السنة دي كان بيلعب في 8 أو هيشارك في 8 بطولات على مستوى الإنجازات خلال المشاركة في 6 بطولات النادي الأهلي نجح فيها بنسبة 75% طيب النادي الأهلي حقق إيه؟ حقق برونزية كأس العالم للأندية برونزية كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية وكانت ضربة البداية أمام اتحاد جدة السعودي وكسب بطل أسيا في مباراة تحديد المركز الثالث واللعب على البيدالية البرونزية النادي الأهلي كمان فاز بكأس السوبر للأندية الأبطال على حساب مودرن فيوتشر في الإمارات العربية المتحدة البطولة اللي تلعب تعاقب مباراة كأس العالم للأندية والكلام ده كان في نهاية شهر ديسمبر الماضي فقادي إنجاز تاني اتحقق خلال هذا الموسم الانجاز الثالث النادي الأهلي نجح في الفوز على نادي الزمالك في بطولة نهاية كأس مصر البطولة اللي استكملت خلال هذا العام ولكنها بطولة كأس مصر الموسم الماضي وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل لشيء في الرياض وبالتالي كان الإنجاز الثالث خلال هذا الموسم ونجح الأهلي في استكمال إنجازاته بالفوز بدور أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي يوم السبت الماضي على استاد القاهرة بعد نتيجة المباراتين تعادل سلبي في تونس والفوز إيابا في القاهرة بهدف مقابل لشيء عشان الأهلي يحقق أربع بطولات بأربع إنجازات ولكن الأهلي لم يوفق فيه بطولتين خرج من سيميفاينال الدور الإفريقي في النسخة الأولى وخسر السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة بأحداث ومباراة تحكمية كلنا فاكرنا اللي تلعبت في مدينة الطائف في بداية هذا الموسم الأهلي خلال هذا العام أو خلال هذا الموسم الرياضي منذ شهر تسعة حتى شهر خمسة بنتكلم بالضبط في ثمان شهور لعب ما لا يقل عن واحد وأربعين مباراة ما بين محلية وإفريقية ودولية واحد وأربعين مباراة بتتكلم مباراة سوبر إفريقي أربع مباراة في السوبر ليج أربعة عشر مباراة في دورة أبطال إفريقي يعني أنت عندك تسعتاشر مباراة قرية تسعتاشر مباراة قرية وتلات مباريات دولية تحت مظلة الفيفا فأدي كده بنتكلم في 22 مباراة مع خمستاشر مباراة في الدوري 37 مباراة مع أربع مباراة مباراتين في الكاس أمام سموحة والزمالك ومبارات في السوبر مصر الأندية الأبطال في الإمارات لعبت مع سيراميكا ومودر نفيوشا واحد واربعين مباراة طب واحد واربعين مباراة متبقي كان مباراة للنادي الآلي خلال هذا المسيم الآلي لعب خمستاشر مباراة في الدوري ناقص له تسعتاشر مباراة تسعتاشر مباراة منهم تسعة هيتلعبوا من 12 ستة ل 12 سبعة يعني منهم تسعة هيتلعبوا في شهر كل 72 ساعة مباراة ولسه في خمس مباراة في كاس مصر لما نشوف موعيد الكاس خلال الفترة اللي جاي يعني هلنا نتكلم السنادي الآلي كان محدد ليه ما لا يقل عن خمسة وستين مباراة خمسة وستين مباراة عشان تلعب في 8 بطولات وتسعت جمهورك بكل هذه الإنجازات وكل هذه البطولات ولكن بالتأكيد اللقب الأغلى اللي ابتلعب عليه كل سنة هي هذه البطولة الغالية دوري أبطال إفريقيا الأميرة السمراء اللي يدر الأهلي حققها خلال هذا العام للمرة الـ 12 كان لازم مهم جدا وأنا ببدأ أتكلم على الإنجاز الكبير اللي معايا في حلقة النهاردة أوري الناس أو الناس تتابع وتشوف السنة الأهلي لعب قد إيه كان أمامه تحديات في بطولات قد إيه والمواجهات القوية للعبها كانت مع مين تلعبت مع الترجي لعبت مع سانداونز لعبت على المستوى الأسيا لعبت مع بطول الدورة بطال أسيا على تحقيق الميدالية البرونزية لعبت مع التحدي الجدى السعودي بطل السعودية وبطل الدوري واللي كان ممثل السعودية في كاس العالم للأندية لا لعبت مع مستوىات كبيرة جدا لعبت مع بطل كوبا لبرتادوريس والتحكيم البولندي اللي كان قدر هذا اللقاء كلنا فاكرينه طبعا كان ليه زي تأثير على خروج الاهل وعدم تحقيق إنجاز كبير بالوصول للمباراة النهائية لكاس العالم للأندي ده كل اللي فات طب اللي جاي نهار ده عنا واحد ستة والموسم المفترض يعني أو المفترض هينتهي في نهاية تمانية فاحنا عندنا شهر ستة وسبعة وتمانية في التلات شهور دول الاهل هيعمل ايه؟ في التلات شهور دول الاهل عنده تسعتاشر مباراة محلية وقد يتم ترتيب مباراة كأس مصر ما بين المباراة المحلية أو بعد نهاية الدوري المحلي فتسعتاشر مباراة في الدوري زائد خمس مباراة في كأس مصر إن شاء الله في حال الوصول إلى المباراة النهائية 24 مباراة محلية ما حدش يحط مباراة السوبر الافريقي كمان من زمالك في المرحلة دي السوبر الافريقي لسه مش دلوقتي مش هيتلعب دلوقتي مش قبل شهر تسعة أو عشرة أو حتى ممكن يتأجل لنهاية السنة أو مع بداية السنة الجديدة لسه بدل على موضوع السبر الإفريقي هيتلعب فين؟ إمتى معاده؟ الكلام ده كل الأعرب كان ممكن يتلعب في السعودية والاتفاقين اللي ما بين الكاف والمملكة العربية السعودية كالتحاد السعودي خمس سنين بتسمح إنه ممكن السعودية تطلب استدفة السبر ولكن كل الأمور دي مش مطروحة دلوقتي للنقاش ولسه لم يتخذ فيها قرار وفكرة إقامة البطولة في مصر يعني مش وردة حتى الآن ولكن لسه هنستنى نشوف اجتماعات الكاف خلال الفترة جاي الناس كلها أجازة فهنشوف من أول سبعة الكاف هيبدأ يكتمع قيمت عشان ياخد قرار في هذه الجزئة طيب من بكرة بقى الحد الأهل إزاي هيتعامل مع الفترة اللي جاي كلار هيرجع من الأجازة بكرة الحد بعد الأجازة القصيرة اللي أخدها من يوم الحد اللي فات هيرجع الحد بكرة أجازة كتأسبوع والفريق هيستقنى في التدريبات يوم اللي اتنين الفريق هيستقنى في التدريبات يوم اللي اتنين تلاتة يونيو طب هيستقنى في التدريبات في ظل غياب كم لاعب هيستقنى في التدريبات في ظل غياب عشر لاعيبة مع منتخبنا الوطني بالإضافة إلى غياب أليو ديانجي مع منتخب مالي علي معلول طبعا مصاب بيرسي تاو مع منتخب جنوب إفريقيا وسام أبو علي مش عارف لسه الفلسطين كانوا طلبوه في الأجندة الدولية هل هيبقى متاح في الفترة دي ولا لسه أسيا ممكن ما يكونش عندها أجندة ده هنشوفه في الساعات اللي جاية ولكن أنا بتكلم على لعيبة الدوليين كلهم مطلوبين كلهم مطلوبين يعني بنتكلم ما لا يقل عن 12-13 لعب حاليا في الأجندة الدولية مع المنتخبات في الفترة اللي جاية هل كل أرباء هيصعد لعيبة من قطاع الناشين ده طبعا هيحصل بنسبة كبيرة لأن فترة عشر تيام هيكون فيه تدريبات جماعية وفيه لعيبة كمان هتخلص الأجازة بتاعتها وترجع فيه عندك عمر السلية فيه عندك حسين الشحات فيه عندك ريدا سليم فيه لعيبة أكيد هتكون موجودة فيه التدريبات الجماعية ولكن على مستوى حرص المرمش ناو مصطفى شبير موجودين مع المنتخب الأول طيب أول مباراة للنادي الأهلي هتبقى مباراة فاركو يوم 14-6 أول مباراة للنادي الأهلي هتكون مع فاركو يوم 14-6 احسب بقى معايا كده فاركو 14-6 الاتحاد 18-6 الزمالك 25-6 فاركو ويوم مباراة مؤجلة هتتلاعب يوم 28-6 يبقى فيه عندنا خمس مباراة خلال هذا الشهر في شهر 6 فاركو الاتحاد في اسكندرية الداخلية والزمالك في القاهرة وفاركو أيضا هنا في القاهرة تبدأ في شهر 7 عندك مباراة طلاقة الجيش يوم 1-7 وقضامكم على الشاشة هو جدول المباراة 1-7 في القاهرة بعد كده 4-7 مع الداخلية في القاهرة طلاقة الجيش يوم 8-7 في القاهرة والختام طبقا للجدول المحدد من المسابقات 12-7 مع بيراميدز في القاهرة طبعا اللافت للنظر ان ترتيب المباراة ده عشان توصل لمطش بيراميدز ترتيب قاتل يعني دي نقطة برضا عايز اتكلم عليها لما تلعب كم هذا المباراة 2-4-6-8 مباراة في أقل من 21 يوم يعني انت تتكلم كل 48 ساعة أو 72 ساعة مباراة عشان تروح تلعب بيراميدز يوم 12-7 إدارة المسابقات ممكن ترد عليها تقول لي احنا حطيني المؤجلات طبقا لترتيب جدول الدوري يعني انت عندك مطش بيراميدز مثلا آخر المؤجلات لك في الدوري أو في الدوري الأول ما ينفعش حطه قبل مثلا مطش فرقه المؤجل ولا هتلعب 28-6 اتفق معاه في هذه الجزئية بس قبل كده انت كنت بتحط موعد المؤجلات مش بالترتيب اشمعنا المرضي بالترتيب بس لما قامش بالترتيب ده واوصل لبيراميدز يوم 12-7 هيبقى توقيت قاتل ليه؟ لان في الفترة دي بيراميدز هيلعب كم مباراة قبل ما يواجه الآلي يوم 12-7 يعني بيراميدز في الدوري حتى الآن لعب 24 مباراة بيراميدز حتى الآن لعب 24 مباراة طيب لغاية لما يجي لعب الاهلي هل هيلعب هذا الكم من المباراة لا مش هاليب حتى نصهم في الشهر ده بيرامز هيلعب مبارتين ثلاثة بس لما يجي لعب الاهلي هيكون في اعتم الجاهزية لو هنتكلم بقى على تكافؤ الفرص والمنافسة هل موجودة؟ لا كده تكافؤ الفرص مش موجود الناس هتقول لي ما انت تأجلك كتير اوكي انا تأجلي كتير بس تأجلي ليه؟ عشان الجزء اللي كنت بتكلم فيها معاكم من شوية 41 مباراة محلية وقرية ودولية فما كنتش بلعب ما كنتش بتفسح ما كنتش في اجازة كنت بلعب مباراة رسمية فهل أنا عشان هل أنا عشان كنت موفق وشرفت مصر وحققت كل هذي الانجازات ولعبت على هذي البطولة الكبيرة اللي محدش قادر يحقق الالقاب دي يبقى مكافئة الناس ليا لما جاء أرجع أرجع والعب في الدور المصري ألاقي نفسي بلعب 8 مباريات في الظرف 24 او 21 يوم وبعد كده أروح ألعب بيرامدز اللي في الفترة دي ما لعبش نص المباريات دي أولا ده مش تكافه فرص ودي مش منافسة عشان الناس اللي بتتكلم على فكرة هي المنافسة فين في الدوري ده فري لعب 15 مباراة هو والزمالك وفرقة تانية لعب 24 مباراة طب تعال بقى بص على المنافسة هل ده تكافه فرص؟ لا مش تكافه فرص لو أنت تتكلم على مباراة هتحسن مسألة الصعود أو مسألة الصدارة صدارة الدوري ومين ممكن يفوز بالدوري السندي هل ترتيب مباراة بيرامدز في التوقيت ده توقيت مناسب؟ لا مش توقيت مناسب لو عايز تعمل تكافه فرص خط مباراة بيرامدز في النص بحيث بيرامدز لما يرجع من الأجندة يكون لعب ثلاث مباريات ولا لعب ثلاث مباراة ونواجه بعض هنا تكافه فرص لكن لما تحطي لمباراة بيرامدز في المكان ده وفي التوقيت ده بعد كم المباراة دي وبعد راحة كبيرة للعب بيرامدز في الفترة دي يبقى كده مفيش تكافه فرص كده مفيش تكافه فرص اللي بيتكلم على تكافه الفرص واللي بيتكلم على المنافسة أعتقد ده أمر واضح لكل السادة المتابعين طب ده جانب متعلق بمباراة الدوري الآله متبقي ليه حتى الآن 24 مباراة منهم 19 مباراة في الدوري هل هيخلصوا على نص تمانية آخر تمانية ده إذا لو مجدش جديد وتم تأجيل أي مباراة في الفترة اللي جاي لكن عموما ده شكل الدوري وده ترتيب مباراة الدوري وكان مهم جدا النهاردة نعمل إطلالة على اللي فات ونتكلم على المستقبل واللي جاي والله هينتظر كولر بدءا من الغد لما يرجع القاهرة ويحط برنامج الإعداد ويستقن في التدريبات يوم اللي اتنين نخرج إلى فاصل ثم نواصل الأيام الأخيرة شفنا كلام كتير جدا خاصة بعد نهاية مشوار دوري أبطال إفريقية ابتدى الكلام على موسم الانتقالات الصيفية مين جاي؟ مين ماشي؟ والسوشيال ميديا أنا ملاحظ ناس كتيرة خلاص بنت الموسم الجديد وبتتكلم وكأن الموسم خلص وكأن خلاص ما فيش تدريبات فترة القيد وموعيد القيد بدأت والنادي الآن هيبدأ يبيع ويشتري واجتماعات على مستوى لجنة التخطيط عشان رحيل لعيبة والتعاقد مع لعيبة ولعيبة جاية أعارة ولعيبة ماشية من أعارة وكلام كتير أوه بسمعه والله العظيم الواحد بيسمع حاجات أنا على مدار الموسم نفيت حاجات كتيرة والأيام أزبرت لحضراتكم بصوت والصورة ما فيش كلمة الحمد لله والفضل اللي قلناها هنا إلا لما طلعت صح الحمد لله يمكن اجتهدنا على قد ما قدرنا وكل الكلام اللي احنا كنا بنكلم فيه العيام أثبتت بالدليل القاطع سواء بالمستندات أو بالفيديوهات إن كل كلمة قلناها طلعت صح ولكن وصلت الأمور لمرحلة إن اتقل لك مثلا إمام عشور وكهراما ماشين محمد عبد المنعم ماشي أليو ديانج عنده عرضه ماشي أسام كتيرة طب تتكلموا على القوام الأساسي في فريق النادي القالي كله مع السلام باي باي يعني ده اللي تقال والناس بتزعل لما محمد الشناوي طلعه يتكلم آه يمكن الشناوي كان يقصد الناس على السوشيال ميديا أو بعض البرامج هو ما كانش يقصد الصحف بمعنى الصحف يعني ولكن ماشي النوو فعلا ما كانش كلامه غلط لما تقالك إن معلومات كتيرة تقلت غلط بس تقلت غلط من مين من بعض البرامج اللي للأسف بتشتغل بلا ميهنية وبلا احترافية وفيه ناس بتتكلم بدون أي معلومة موثقة أو رسمية عايزة تعمل بروباجندا عايزة تبقى تريند وللأسف برامج اتحفزت واتعرفت إن كل شغلها مفبرك كل شغلها مفبرك ما هو نفس البرنامج اللي طلع قالك قبل كده أصل الشناوي رافض يقعد دكة لمصطفى شبير هو هو نفس البرنامج اللي طلع قالك بعد كده أصل كان فيه توصية طبية إن الشناوي ما يلعبش بس هو بينسى ليه هو بينسى عشان هو أصلا مش إعلامي مش مهني بيدرب أي أخبار ما تعرفش هو اشتغلها إزاي بس اشتغلها خلاص بقى نصيب وقدر اللي احنا نتعامل معه لإنه إعلامي يطلع يقولك على لعيبة والله العظيم اتقال كده نصا الشناوي رفض يتواجد على الدكة لمصطفى شبير وبعدها وبعد البطولة الإفريقية قالك أصل فيه توصية طبية منعت الشناوي إن يكون موجود في المباريات ده أنت بتقول الكلمة وبتقول عكسها بس أنت بتنسى ليه من اللي بيفبرك بينسى لكن اللي عنده خبر مؤكد وصحيح عمره ما هينساه هيقوله مرة واثنين وثلاثة وعشر النهاردة الكلام على رحيل كل اللعيبة والقومي دي بقى كمان والقومي دي إنه هو هو نفس الشخص أو بشكل عام كمان في ناس تانية عشان برضو هي ما عندهاش مهنية مش عارفة لهم صحفيين ولهم إعلاميين ولهم درسين بيتعاملوا مع الأخبار ده لأنها أخبار رسمية لأن فيه موقع اسمه ترانسفير ماركت أمركت كتب موقع ترانسفير ماركت اللي موجود كويب سايت هو مش موقع رسمي هو مش موقع تبع الاتحاد الدولي يعني والله العظيم أحد الأشخاص برضو اللي بتكلم عليه بيه في مرة كلام ده كان من سنة سنتين قالك إيه أصل ترانسفير ماركت أعلن إن فيه لعيب رايح كذا وده موقع تبع الفيفا طبعا نرد عليك نقولك إيه لما تقول إن ترانسفير ماركت تبع الفيفا إيه نرد عليك نقولك إيه ولا الناس اللي ترد عليك ده أي واحد شاب صغير شاحن كارت بعشرة كده وقاعد بيفتح النت وبيبص فاهم إن الفيفا حاجة والترانسفير ماركت ده حاجة تانية ليه؟ لأن الترانسفير ماركت ده موقع أنا وغيري ممكن نأسسه ونتكلم على انتقالات اللاعبين على مستوى العالم لكن ليس موقع معتمد ولا موقع لا علاقة بالاتحاد الدولي ولا موقع لا علاقة حتى بانتقالات القيد وقيد اللاعبين على المستوى الرسمي هو مش التيم اس يعني انت لازم تعرف اين في فرق ما بين التيم اس سيستم الفيفا بتاع القيد وده مش موقع بروفيشنال يعني ده موقع متعلق بسيستم تسجيل لعيبة ما بين الاندية والاتحادات الوطنية وفي حاجة تانية يسمعها لترانسفير ماركت ما عندناش مشكلة والله نفهم الناس لو الناس بتحول برضو تضرب أخبار بس للأسف الأخبار دي يتسمع بشكل سلب على الأهل فيقول لك تمال لعيبة ماشية ويقول لك لعيبة جاية وشائعات بتنتشر ويقول لك أصلي القيمة السوقية اللي جاية لشراء اللاعب خمسة مليون دولار يا سيدي هو ترانسفير ماركت اللي كتب لكن العرض الرسمي مفيش اهي اهي الصورة اللي انتشرت على السوشيال ميديا والله العظيم الصورة دي انا شايفها بقى لي ومين وكل ما تعدي قدامي قاعد اضحك بص مين كريستو خالد عبدالفتاح محمود كهربا حمزة علاء اللي رايح الألعاب الأولمبية في باريس انت عارف بعد الألعاب الأولمبية ممكن حمزة علاء ده يبقى فين عارف ممكن الجهاز الفني يعتمد عليه مع الشيناو مصطفى شبيرو قال لأ أنتوني مودست بيرسي تاو أليو ديانج يعني احنا شايفينه هو تمال لعيبة على فكرة وارد جدا على فكرة في نهاية الموسم ممكن أهى لعيب ولا اتنين من دول يبقى فيه اتفاق أنه يمشي لأنه أكيد برضو أنت بتعمل إحلال وتجديد في القايمة بتاعتك زي كل موسم ما انت السنة الفكر عندك حمد فتحي وبعته ومع ذلك استمرت بشكل كويس ودعمت بشكل كويس مشي حمد فتحي جبت إمام عشور آه ده وارد ولكن لما نصدر بعد نهاية دورة أبطال إفريقيا والأهل عنده مباراة في الدورة العام أن فيه تمال لعيبة ماشيين بالصور اللي انتوا شايفينها طب أنا ممكن أقول لك أن فيه لعيبة من دول عقدهم لسه مستمر سنتين هيمشي إزاي بيع وشيرة طب هل فيه عرض رسمي هل عندك ما يزبط بشكل رسمي أن فيه عرض رسمي لأ طب مين قالك أنه هيمشي هل كولر وافق أن فيه حد من دول يمشي لأ لأ لسه أولا لسه فيه دوري والكلام ده أنا عارف الفترة الجهة هيتصدر كتير عشان مشكلة الدوري والمنافسة اللي هتبقى في الدوري مع البيراميدز الكلام ده هيتصدر كتير لأن الفترة الجاية هتشوفوا لجان مش لجان الالكترونية لجان إعلامية بتشتغل على تصدير أخبار غلط وجود شوشرة في الميديا وجود شوشرة في السوشيال ميديا ليه؟ لأن فيه منافسة جاية في الدوري في نهاية دي محققش أي ألقاب على مدار تاريخه من ساعة ما بدأ من كم سنة فعايز حقق بطولة ما بالك في بطولة زي بطولة الدوري العام فهتلاقوا إشعاعات كتيرة سواء اللي ممكن بيعمل كده عشان أنت ما تكسبش أو بيعمل كده حباً مثلاً في نادي منافس ممكن يكسب لو هو مش هيكسب وارد جداً ممكن يحصل ده الفترة الجاية ولكن بقول لحضراتكم طالما فترة القيد لم تبدأ يبقى لسه الموسم مستمر ولسه الدوري مستمر ولسه المنافسة مستمرة لما القيد يبدأ في الدوريات العربية والخليجية والأوروبية ويجي عرض للنادي الأهلي أكيد النادي الأهلي هينقش ده ممكن يبقى فيه اللاعب ممكن يبقى فيه لتنين لعيبة ولكن في تمانية وتسعة وإن قوام الفرقة زي ما أنتوا شايفين بالشكل ده كله يمشي أعتقد الأمر ده مش هيبقى مقبول ومش هيحصل بالشكل أنتوا شايفينه وبيتصور ليكم على السوشيال ميديا حاجة تانية عايزة أتكلم عليها وهي متعلقة باجتماع مهم جدا في هذه اللحظات وأنا بتكلم معاكم اجتماع موجود في لندن على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا اللي هيتلعب النهاردة من بروسيا دورتموند مع ريال مدريد الاجتماع ده لربطة الأندية الأوروبية ال-E-C-A هذه الربطة كان عندها اجتماعات عديدة الفترة اللي فاتت وخرجت أخبار في بعض الصحف الأوروبية بتتكلم على أن الربطة بتطالب أو بتطلب من الفيفا إلغاء مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة الاتحاد الدولي فيفا نشر على حسابه الرسمي ومن خلال تصريحات للأمين العام للاتحاد الدولي أن الاتحاد الدولي مدعو لاجتماع النهاردة في لندن لربطة الأندية الأوروبية في وجود رئيس الاتحاد الأوروبي وربطة الأندية الأوروبية برئاسة الأستاذ ناصر الخليفي مع الاتحاد الدولي وعنوان الاتحاد الدولي اللي خرج النهاردة تأكيداً للمعلومات أو نفياً للمعلومات اللي خرجت من بعض الصحف الإنجليزية الصحف قالت أن ربط الاندية الأوروبية بتطالب بإلغاء منديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية وأن ربط الاندية الأوروبية بتطالب بعدم إقامة البطولة في هذا الموعد النهاردة بعد اجتماع الفيفا وبعد إعلان الفيفا نقدر نقول بشكل رسمي أن الاتحاد الدولي أعلن على حسابه الرسمي إن فيه تعاون مشترك وفيه تفاهمات بالتم مع ربطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لتنظيم وإقامة النسخة الأولى من مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية وأن هناك شراقة وثيقة من أجل تنظيم جيد ورائع لمونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية إذن كل الأخبار المنتشرة في الصحف البريطانية وتناقلة الصحف المصرية وصحف عربية هذا الخبر أعتقد النهاردة الفيفا قطع الشك باليقين وأعلن عن تنظيم البطولة وأن هناك شراقة وتعاون مثمر ابتداء من اليوم مع ربطة الأندية الأوروبية في اجتمعها المنعقد الآن في لندن قبل انطلاق نهاء دورة أبطال أوروبا بين بروسيا دورتموند وريال مادريد دي كانت أبرز الأخبار والموضوعات اللي كنا عايزين نتكلم فيها نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع نبدأ نشوف اللي الكتب فيه آخر أخبار الترند لأن النهاردة أكيد فيه كلام بخصوص الترند الأهلي والترند المحلي وعندنا كلام على منتخبنا الوطني وكمان الترند العالمي فاصل ثم نواصل النهاردة الاتحاد الأفريقي ومن خلال حساباته الرسمية وإحنا بنبدأ آخر أخبار الترند بيبدأ يتكلم بعد أول أسبوع من فوز الأهلي بهذه البطولة الكبيرة دوري أبطال إفريقيا النهاردة حساب الاتحاد الأفريقي في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكاس الكنفدرالية بيتكلم على الليلة الاثناشر أسبوع مر على تتويج الآلي بدوري أبطال إفريقيا البطولة اللي احنا شايفين صور اللعيبة في وقت الاحتفالات في استاد القاهرة وزي ما قلت الحراركم يعني زي النهاردة بالزبط من أسبوع توجي الآلي بالبطولة رقم 12 من دوري أبطال إفريقيا البطولة الغالية اللي حقاها النادي الآلي خلال هذا العام نكمل مع بعض ونشوف الاحتفالات ونشوف كمان السوشيال ميدا بتتعامل ازاي مع هذه البطولة سبورت 360 مصرية بتقول أكثر لاعبي الأهلي مساهمة في عام 2024 وسام أبو علي في القمة 8 مساهمات تهديفية بالإضافة إلى 6 مساهمات لإمام عشور و6 مساهمات أيضا لأنتوني مودست يمكن دي أبرز الأرقام اللي معنا النهاردة بالنسبة للسوشيال ميدا والأرقام اللي موجودة في سبورت 360 مصرية طيب نروح بعد كده ونشوف اللي معنا حساب كورا بلاس بتكلمه لأن في عرض من موناكو ولكن موناكو النهاردة لكورا بلاس في تصريح لكامل شنيبة المنصق العام لفريق الكشافة بنادي موناكو الفرنسي قال ليست هناك مفاوضات لضم عبد المنعم كل ما يقال حول دخول موناكو في مفاوضات مع الأهلي لضم مدافعه محمد عبد المنعم غير صحيح ومجرد شائعة دي خبر جاي من واحد مسؤول في فريق الكشافة في موناكو الفرنسي تعليق عن الأخبار اللي انتشرت أنه في عرض لعبد المنعم من موناكو على فكرة وده معلومات عندنا احنا كصحفيين بنحاول برضو نسأل ونشوف الموضوع بالضبط في شركة بتشتغل لعبد المنعم بقالها فترة والشركة دي بتحاول تجيب عروض رسمية ودلوقتي لسه موعد القد ما بدأتش في الدوريات الأوروبية ولكن الشركة اللي بتشتغل على تسويق عبد المنعم في أوروبا مش في الخليج على فكرة يعني الناس قالت أنه في عرض خليجي لعبد المنعم عبد المنعم مش علاق في الخليج عبد المنعم لو ما فيش عرض أوروبا هيكمل في الأهلي وفي تفاهم وتجانس كبير جدا في التعامل بينه وبين النادي الأهلي ولكن فكرة أن في عروض رسمية جد الوقتي رسمي لسه فيه اتصالات بالتم وارد أن يكون فيه اتصالات وفيه أندية تابعة عبد المنعم ده أكيد لأن فيه شركة انجليزية بتشتغل على تسويق منعم في الفترة اللي جاي ووقت ما يكون فيه عرض رسمي وعلى فكرة لو الأهلي شايفه مناسب لللاعب وللنادي الأهلي مش هيمنع فيه زي ما حصل مع كذا العيب الأهلي على فكرة صدر قبل كده العيب كتير للأندية الأوروبية والدوريات الأوروبية ما عندهش مانا لكن أول حاجة قالت أهو في مصدر في موناكو كنفى هذا الكلام وقال إن الكلام ده لسه مش حقيقي وهو كامل شنيبة المنصق العام لفريق كشافة في موناكو طيب حساب في الجول النهاردة ألقت ضوء على مفاوضات للنادي الأهلي مع كوناتي اتقال كلام كتير جدا في الفترة الأخيرة على محمد كوناتي وأنه أحد اللعيبة أن النادي الأهلي بيفقر يضمه عشان يدعم بها صفوفه عشان بطولة الانتر كونتينتل وكاس العالم أو منديال الأندافة أمريكا النهاردة ما وقع في الجول قال إيه؟ محمد كوناتي يحظى بإعجاب كولر وتأييد لجنة التخطيط وشركة الكورة كمان لكن الأهلي يريد التأكد من رغبة اللعب أولا في الانضمام للفريق خاصة في ظل امتلاكه وعروض أوروبية وبعد كده هيدرس مطالبه المادية وكيفية التواصل الاتفاق مدي مناسب الأهلي عايز دعم خط الهجوم بمهاجم مميز من أجل المنافسات الدولية في الفترة اللي جاية كانت فيه أسام كتير بتتردد ووقتها نفاكر اتقل ده بصوا الودات جايب مين وبصوا الترجي جايب مين والأهلي معندوش راس حرب في النهاية النتيجة إيه؟ دي كسب الأهلي البطولة الإفريقية اللي في ناس بتخطط وبتشتغل فالأرقام والأسماء اللي هتسمعوها كتير ولكن في النهاية بصوا على النتيجة طالما أنت عندك ثقة في الإدارة والناس بتخطط بشكل كويس أكيد هتلاقي نتيجة جيدة فلسه الكلام على الصفقات مش هيخش التفاصيل الرسمية لي دلوقتي ممكن مع نهاية شهر ستة مع أوائل شهر سبعة ممكن تلاقي أسماء بتقترب هتلاقي أسماء كتيرة ولكن مع قرب موعد نهاية الدوري وفات حباب القيد هتلاقي القيمة بعد ما كان فيها عشر أسماء هتبقى خمسة هيبقوا تلاتة هيبقوا اتنين ومنفضلة باللعب والتاني وما تنساش التوقيت اللي انضم فيه وثام أبو علي هل اسمه وثام أبو علي قبل ما انضم للأهلي كان بيتقال كتير لا فجأة اسمه وثام أبو علي ظهر في لحظة بقى لاعب في النادي الأهلي ولكن قبل انضمام وثام أبو علي كنت بتلاقي أسام كتيرة جدا بتتقال وفي النهاية جي لعب ما كانش أصلا اسمه مطروحة السوشيال ميدي عموما هنستنى ونشوف والأيام بتثبت لحضراتكم أن الناس بتكتهد ولكن الأمر بعيد شوي طيب حساب الجول أيضا راح لي موقع قناة الكأس القطرية واللي كتبت على حساباتها الرسمية وقالت أن الأهلي قريب من ضم يوسف أيمن لاعب الدحيل لمدة موسمة على سبيل القار على فكرة يوسف أيمن هو لاعب بلعب في المنتخب القطري ومع الجنسية المصرية والجنسية القطرية وارد جدا أن يكون يوسف أيمن من الأسماء المطروحة وهو لاعب في نادي الدحيل القطري وارد أن يكون من الأسماء المطروحة ولكن هل تم التعاقد بشكل رسمي؟ لا هل كولر حدد احتياجاته بشكل رسمي؟ لا خدوا بالكم في نقطة تانية مهمة جدا عبد المنعم متكمل مع الأهلي والأهلي بيفكر في تدعيم المركز ده بلاعب ودلوقتي أنت قدامك اسمين تلاتة هل هتروح تجيب لعب جزائري ولاعب قطري ولاعب تاني مثلا محترف أو لعب في الدور المصري؟ أكيد لا هتحدد احتياجاتك على شكل القايمة اللي عندك لو القايمة المدافعين عندك فضلت زماية للمسم اللي جاي بوجود عبد المنعم ورمي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي أدي أربعة لو محدش من الأربعة خرج هل هتدعم باثنين ولا هتدعم بواحد؟ طب لو خرج منعم هل ممكن تدعم بواحد ولا هتدعم باثنين؟ لسه الكلام مستمر ولسه المناقشات مستمرة ولكن ما فيش حاجة تحسمت ولكن كلها أسماء مطروحة زي ما أنتوا سمعين وأخبار بتتناثر من هنا وهناك نروح كمان لآخر حاجة في الترند الأهلي وحساب يلا كورة مصدر يلا كورة مدافع الدحيل وافق على انضمام للأهلي وحسم الصفقة في يد دوكولر هنا كلام مختلف عن اللي موجود في موقع في الجول موقع في الجول قال لك إيه؟ موقع في الجول قال إنه اللاعب انتقى للأهل على سبيل الأعرى وإن اللاعب يجي للأهل على سبيل الأعرى لمدة موسي لكن موقع يلا كورة قال لك حاجة تانية قال لك هناك إعجاب كبير بإمكانيات مدافع الدحيل يوسف أيمن من جانب مسؤولي الأهلي الذين توصلوا مع اللاعب منذ حوالي شهر لاستطلاع رأيه في الانتقال للفريل الأحمر يوسف أيمن رحب بالانتقال للأهلي وأبدأ موافقته على العرض المالي اللي وصل ليه من جانب اتقال على الحمراء ولكن هل الصفقة حسمت المصدر هنا اللي تكلم مع الزملاء في يلا كورة قالوا لهم لا حسم الصفقة سيكون في يد مرسل كورة الذي لم يمنح إدارة الأهلي قراره النهائي طب إدارة الأهلي ما خدتش القرارة النهائي من كورة هتتفاوض استحالة يبقى الكلام هنا معناه إيه؟ نفس اللي أنا بقوله لسه ما فيش حاجة رسمي ولسه في جلسة الكورة مع لجنة التخطيط مع النادي الأهلي وكورة سيحصل موقفه من ضم يوسف أيمن بالإضافة إلى خمس مدافعين آخرين معروضين عليه يبقى لسه فيه كلام كتير طب نروح للترند المحلي والخبر الأبرز النهاردة انضمان محمد صلاح قبل معادل أجندة الدولية بـ 48 ساعة لأول مرة يحصل ده وأعتقد خطوة إيجابية وجيدة جدا حساب اتحاد الكورة نشر وكتب اجتمال صفوف منتخب مصر بانضمان محمد صلاح لمعسكر المنتخب المعسكر بدأ من حوالي يومين ثلاثة النهاردة صلاح انضم قبل معادل أجندة بيومين وده حاجة كويسة وجيدة جدا ونيولوك جديد لمحمد صلاح مع معسكر منتخبنا الوطني للتأقلم على المرحلة الجديدة مع جهاز المنتخب بقيادة توقم حسام وإبراهيم صلاح على مدار التاريخ كان بينضم في اليوم الثاني للأجندة لكن النهاردة لأول مرة ينضم قبل معادل أجندة بـ 48 ساعة نتمنى تكون خطوة إيجابية للمرحلة اللي جاية لفي النهاية بيهمنا مصلحة منتخبنا الوطن طيب سؤال الحلقة سعرنا حضراتكم وقولنا لكم أفضل مباراة للأهل في دور أبطال إفريقيا هذا العام البطولة الغالية دي اللي احنا كسبناها الأهل اللي لعب فيها 14 مباراة ايه أفضل مباراة من وجهة نظركم ياسر بيقول هما أكثر من مباراة يعني مش مطش واحد بلوزداد في الجزائر وسيمبا في تنزانيا والترجي في تونس هو شايف 3 مطشاط وال3 خارج مصر هاني بيقول كل مباراة دور الأبطال في مشوار الأهل تحيي اللقب الغالي لها طابع مختلف ولها أفضلية وتميز لكن مطش مازمبي خارج القاهرة كان روعة الروعة مليون مبروك للقب الغالي الـ 12 والـ 13 عشان اللي جاية غريب بيقول تحيات لحضرتك زهاب في ملعب مازمبي هي المباراة التحدي الأكبر لنا وملعب وأرضية وجماهير ورطوبة الحمد لله على نعمة الأهل يعني الناس شايفة إن مطش مازمبي في مازمبي وتلات مباراة الأهل لعبهم خارج مصر سواء مع مازمبي أو مع سيمبا أو حتى مع الترجي في النهاية أنت كسبت البطولة الغالية حققت أهم حاجة وهي البطولة وفي النهاية أنت الآن متوج ببطولة دوري أبطال إفريت في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء